على بعض المدارس الآيلة للسقوط أو الفصول المكدسة بالبشر وبالتلاميذ اللي في النهاية بيقلل من نسبة الاستيعاب المدرسة اللي هتشوفوها دي في الشرقية وهي آيلة للسقوط تماما تعاني مدرسة عزبة شرارة الابتدائية بمحافظة الشرقية من تهالك تام لمبنى المدرسة الذي لم يطرأ عليه جديد من ثلاثين عاما فأصبحت المدرسة تعاني من إيمال تام وتدن واضح لكافة مرافقها التي تشكل خطرا واضحا على التلميذات نعرض في صدد مشكلة مدرسة مدرسة التعليم أساسي أي مدرسة أقرب مدرسة هنا للبلد حوالي 7 كيلو عشان ننجل أولاد دوري بيتعذبوا طبعا المراحل هنا ماكنت حضرتك شفاها ديتي في المطر وشوفت الطينة عاملة إزاي مدرسة شرارة دي تعتبر نكبة من نكبات التعليم احنا في قرية منكوبة بسبب مدرسة شرارة الابتدائية أولا القرية بحدها مصرف من الحد الغربي موجود فيه عبارة عن تعابين تقدمنا الطلب حتى عشان نغطيه في الوحدة المحلية جالك وجفنا لإيه التغطاية المدرسة عبارة عن زي ما حضرتك شفت وصورت طوب أبيض وجشرز مسجوفة ده بعد ما كان الطين مشكلتنا المدرسة بتاعة عزبت شرارة مقامة منذ 30 عام وحتى الآن وضعها لم يتغير بالرغم من تعاقب عدة محافظين وعدة وزراء وعدة أعضاء مجلس نواب ونوضع زي ما هو مفيش تغيير يعني احنا مدرسة هنا في فترتين عايزين يبعتلنا مدرسين برضو مفيش مدرسين في المدرسة فيه قرارات بتقول أن الأبنية التعليمية أنه المفروض يتبني المدرسة دي لزي أي مدرسة خمس دوار مفيش لننتش هاي فلعدة عليها في كل مدرسة فراخ رجينا تعابين صغيرة وإحنا بنطلع على لعب كان فيه خشب كثير هناك وكنا بنطلع هناك كنا بنجي تعابين تحت رجلين تعددت شكاوى التلاميذ وأولياء الأمور وملاشداتهم المستمرة للمسؤولين خوفا على أبنائهم مطالبين الأجهزة المعنية باتخاذ القرارات اللازمة ببناء مدرسة قبيل سقوطها على رؤوس الأطفال الأبرياء